الأسبوع اللي فات عملت فيديو عن شوية اقتراحات لشركة العاصمة الإدارية الجديدة حاجات ممكن تتعامل وتشجع الناس أنها تستثمر أكتر في العاصمة الإدارية الجديدة النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات تانية بعيد عن موضوع القوانين حاجات تخص الناس حاجات المفروض تتعامل والمفروض أنها تكون موجودة في مدينة جديدة مدينة زكية زي العاصمة الإدارية الجديدة لازم يكون فيها فكر جديد وعلشان وقت الفيديو ما يطلش خلونا ندخل في الموضوع على طول ونشوف إيه التفاصيل أنا أشرف علام وأهلا بيكم في المخبر العقاري طيب زي ما قلت إحنا هنركز على الناس وإزاي نبسط أو نسعد الناس خليني بس أبدأ بأول حاجة أول حاجة المفروض تتعامل في المرحلة التانية في العاصمة الإدارية أن التركيز يكون على السكني ونقلل شوية من الأبراج النيكست يوز اللي فيها الإداري والتجاري نحاول نقلل من الحاجات دي شوية بس لما بقول سكني مش معنى كده أن كل حاجة تبقى compounded communities المفهوم ده الحقيقة مفهوم أمريكي وثبت فشله يعني ما هواش حاجة المفروض على طول تتكرر كده وتتعامل الهدف المفروض أن احنا نعمل مدن لازم يكون فيه مدن بشكل المدن القديمة بتاعت زمان يعني شوارع ومحلات ومطاعم وأهاوي وكافهات لكن طبعا بشكل أرقع مش أهاوي زي بتاعت القاهرة القديمة المهم أن يبقى فيه سنتر صغير للمدينة أو للمنطقة الجديدة دي الناس تتجمع فيه لأن موضوع المولاد ده كمان برضو موضوع فاشل واستراد أمريكي برضو وخلى الناس تبعد عن أنها تشوف بعض وتقابل بعض وتكلم بعض في المكان اللي هم عايشين فيه هو ده الأساس وبالمناسبة أوروبا فيها تجربة نكحة جدا في مدينة بارسلونا أو بارشلونا في أسبانيا المدينة دي من حوالي 8 سنين تقريبا المدينة دي عملت حاجة جديدة اسمها سوبر بلوكس إيه معناها بقى وإيه بالضبط اللي حصل فيها مدينة بارسلونا دي لو تبص عليها من فوق تلاقيها عبارة عن بلوكات العمرات كلها معمولة بلوكات مربعات 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 منظمة جدا فهم ابتدوا ياخدوا تسع بلوكات تلاتة 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 كل تسع بلوكات يعملوها مجموعة سكنية يمنعوا دخول العربيات فيها العربيات بس تمشي على الطروف بتاعتها لكن ممنوع تدخل جوه واللي يدخل جوه يبقى ليه مكان يركن دول السكان فقط الشوارع كلها تبقى ما فيهاش عربيات أو معظمها بدون عربيات فيها أماكن للعجل أماكن للمش أماكن للعب الأطفال الناس بتروح تقعد مع بعض كل يوم تتقابل وتقعد وتتكلم وتدردش أثناء أطفالهم ما بيلعبوا الواحد يقدر يقعد هناك ويستمتع بدون خوف وبدون وجع دماغ العربيات وبدون التلوث فالتجربة دي نجحت جدا في بارسلولا بقالها 8 سنين ونويني عمموها في المدينة كلها طبعا مش هينفع نخش في تفاصيل كتير لكن دي الفكرة العامة وفيه فكرة تانية في أمريكا في كاليفورنيا فيه مشروع كده رجال أعمال بيعملوه وسموه كاليفورنيا فوريفر أو كاليفورنيا للأبد ايه بقى المشروع ده هيعملوا برضو مدينة صغيرة ما فيهاش عربيات هيبقى كلها شوارع الناس تمشي فيها وبرضو العربيات تمشي على الأطراف الناس اللي ساكنة لها أماكن تركن لكن على أطراف المدينة الصغيرة دي لكن كل حاجة جوه تبقى ماشي الحاجة الأهم ان أي خدمة انت محتاجها في المدينة دي تقدر توصلها خلال ربع ساعة أقصى حد تمشي فيه ربع ساعة ده أولا بيشجعك على المش الحاجة التانية ان انت متستخدمش العربية مش محتاج عربية كل الخدمات موجودة طب ايه الخدمات دي؟ الخدمات الأساسية طبعا مستشفيات أو مراكز طبية صغيرة مش أكتر من ربع ساعة الصيدلية كذلك المدارس الأطفال تنزل تروح مدارسها بكل أمان مش محتاج أوتوبيسات مش محتاج بابا أو مامته يوديه ليقدر يمشي ربع ساعة لغاية المدرسة بتاعته الحاجة التانية الشارع الرئيسي بتاع المنطقة الشارع اللي فيه المحلات واللبس والكافيات والحاجات دي كلها برضو مش أكتر من ربع ساعة من أي مكان في المدينة كل الخدمات اللي بتحتاجها ما تزودش عن ربع ساعة بالإضافة كمان للشغل بتاع الناس إن الشغل بتاعك ما يكونش أكتر من ربع ساعة ليه عملوا الفكرة دي؟ لأنهم شافوا إن الواحد بيحتاج علشان يروح شغله في حدود ساعتين ساعتين رايح وساعتين جاي فمعنى كده إنه ما بيعودش مع ولاده عشان يفطر حتى معاهم ولما بيرجع بيكونوا نايمين فالترابط العائلي بينعدم ودي حقيقة وده حصل في مصر وحصل في العالم كله تقريبا إنك انت بتضيع من حياتك أربع ساعات كل يوم علشان بس تروح الشغل وترجع وده طبعا بيأثر على الحياة الأسرية كلها فعايزين الأفكار دي تبقى موجودة في العاصمة يتعمل حاجة غير الكمباوند والكوميونيتيز ماشي دول حيتعمله لكن ما يبقاش دول هم الأغلبية نعمل مدن مفتوحة لكن فيها نظام أنا عارف طبعا إن الناس هتقول ماينفعش في مصر والكلام ده ماينفعش مافيش حاجة في العالم اسمها ماينفعش هنا وينفع هنا في حاجة اسمها نظام جديد يتخلق والناس تقدر تتعود عليه واحدة واحدة الجيل الجديد حيتعود عليه انت حضرتك جيل قديم ما بتقبلش الكلام ده أو ماينفعكش مش معنى كده إن احنا لازم نعيش طول عمرنا في أفكار الجيل القديم الجيل الجديد في مدن جديدة يقدروا يتقبلوا الحاجات دي يعني حاجات زي بتاعة الحكومة الار وان والتو وثري ماهدي أماكن مش مقفولة فلو حاجات بالشكل ده لكن يتعامل شوارع للمشي كبيرة أو أرصفة كبيرة العربيات مساحتها تبقى أقل المساحات المخصصة للعربيات سواء للركض أو سواء للمشي يتبقى على الأطراف يتبقى أقل يتبقى تحت الأرض المهم إن احنا نفتح المساحة للناس تمشي الأهم من كده إن لازم يكون فيه كود في العاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة التانية إن المطورين لازم يعملوا أماكن لتجمعات الناس المفهوم بتاع الكمباوند والكوميونيتي لغاية النهاردة في مصر مفهوم غلط إنك أنت تبني شوية عمرات وتحط صور واحد بتاع أمن كده بقى اسمه كومباوند أو كوميونيتي طبعا ده كلام غلط أنت في الآخر كساكن بتعمل إيه؟ أنت لازم تلاقي حاجة تعملها بعد ما ترجع من الشغل هو ده المهم هل هتلاقي حاجة تعملها جوه؟ مفيش أماكن أتجمع مع جراني ده مهم جدا يبقى فيه من كل منطقة عمرات حمام سباحة ومنطقة ألعاب أطفال وجيم دي ثلاث حاجات أساسية دلوقتي في أي مدن جديدة في العالم وتكون مجاني مفيش حاجة اسمها نادي باشتراك نادي باشتراك ده ممكن يتعامل لوحده لكن أنا من حقي بقى عندي الثلاث حاجات الأساسية دي زي بالزبط في المصيف هو الساحل كله فيه الحاجات دي ومجاني علشان الناس تقعد وتتكلم وتتقابل هو يعني الحاجات دي نعملها في الصيف بس وممنوع نعملها في الشتاء لبالعكس إحنا شعب ما بينامش بدري وشعب بيحب التجمعات ويحب الونس ويحب الكلام والدردشة فطبعا مفيش مجال الحاجة التانية المهمة أن العاصمة الإدارية مفروض يكون فيها فنادق طبعا أنت حتقول لي ما هو موجود في الأولى دي مش فنادق الفندق الوحيد اللي اسمه فندق في العاصمة الإدارية حاليا هو الفندق التابع لقوات المسلحة مفيش أي حد تاني باني فندق بمعنى فندق يعني عاملين مباني وجزء منها فندقي وجزء منها سكني وجزء يمكن إداري لكن طبعا ده ما ينفعش ده ما يجيبش السياحة في منطقة زي العاصمة الإدارية كبيرة زي دي لازم الفنادق تبقى منتجعات مفيش حاجة اسمها أبراج ممكن نعمل فنادق أعبار عن مباني شوية فنادق قليلة علشان تخدم رجال الأعمال ونوعية الفنادق دي مش موجودة كتير في مصر عدادها قليل مقارنة طبعا بالفنادق التانية العادية كمان حاجة مهمة النهر الأخضر النهر الأخضر الجزء اللي خلص منه كل اللي باصص عليه حاجات تجارية وإدارية الميكس ديوز هم بس اللي بصين عليه والسي بي دي والحاجات دي القوص بتاع الأبراج السياحية اللي باصص على النهر الأخضر كله إداري وتجاري وإذا كان فيه سكنة حيبقى فيه سكنة قليل جدا فده طبعا غلط ومش مفروض يكون أنا بفتح المساحات الخضرة دي للناس دي ليه هو بتاع المكتب دا ولا بتاع المحل يفرق معا ويبقى بص على النهر الأخضر ليه ما هو النهر الأخضر في أي حال من الأحوال هيبقى فيه المحلات بتاعته والفود كورت والحاجات دي كلها هتبقى موجود طب أنا بدي المنظر الخضرة الكبير والجميل ده للمكاتب المفروض اللي يستمتع بيه السكان فالمرحلة التانية المفروض تبقى كل المجمعات السكنية يمين ومشمال تبقى بص على النهر الأخضر علشان الناس تستمتع وطبيع هيبقى سعر الأراضي غالي وطبيعي الناس هتدفع مفيش مشاكل لإن البيو يستحق منطقة بالمساحة الخضرة لزي دي لما كنتش هستمتع بيها من فيلتي أو من شقتي يبقى حرام فياريت النقطة دي برضو تتاخد في الاعتبار طيب دي حاجة حاجة كمان مهمة موضوع المدارس مفروض الحكومة تهتم بإن يبقى فيه مدارس تنفع لأولاد الطبقة الوسطى الناس تقدر تتحمل مصارفها مش مهم تكون مجانية تكون بمصاريف معقولة لكنها طبع للحكومة لكن بفكر مختلف يبقى فيه شروط لقبول الطلبة وشروط لقبول المدرسين نفسهم ويبقى فيه قوانين جديدة وكل حاجة تبقى جديدة علشان برضو الطبقة الوسطى تقدر تتعامل وتقدر تيجي تعيش علشان ولادها أول حاجة الواحد بيفكر فيها هي المدارس نفيش حد يقدر يتنقل لمدينة جديدة بدون ما يكون فيه مدارس تنفع أولاده علشان المصاريف بتاعتها إذا كان هو يقدر تحملها أولا الأسعار هناك طبعا دخلة في أرقام خزعبلية فمحدش يقدر عليها نبقى فيه حاجات متوسطة لكن فيها نظام يخلي برضو شكل الأماكن حلو وشكل المدارس حلو والنظام والناس تحب تروح وتحب تود أولادها والفكر بتاع الحكومة ده في المدارس يتغير واحدة واحدة يبتدي يتغير يمكن في مصر كلها المهم تبقى هناك البزرة علشان نشجع ونسرع برضو بالنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة الحاجة الثانية المهمة إن أنا لازم أكبر المطورين إن كل مكان بيتبني تكون فيه نسبة خضرة لا تقل عن 30% لازم يعمل خضرة في كل حتة ويعمل حدائق صغيرة كده الناس برضو تتجمع فيها الحاجات دي مهمة جدا ولازم تكون مفروضة عليهم مفروضة على المطورين ما تبقاش العمرات شوية بلوكات لازقب بعضها ما فيش عشرة متر أقل من عشرة متر بين كل مبنى ومبنى المنظر سيء جدا ومش صحي وشكله حتى من بره وحش وإنت ماشي بتتفرج كده شكل المدينة بيبقى وحش كل ما بعده عن بعض وكل ما الخضار زاد كل ما المنظر بقى جميل والشوارع طبعا تبقى عريضة الحاجات دي مهمة جدا ولازم يتعمل لها كود جديد فيريد بس العاصمة الإدارية تهتم بالحاجات دي وتشوف أفكار جديدة لأن العاصمة الإدارية الجديدة لازم يكون فيها أفكار جديدة الأفكار الحقيقة كتير لكن وقت الفيديو دايما ما بيسمعش أن الواحد يطول فيريد المقترحات اللي قلتها دي تكون مفيدة والدولة تحاول تاخد بيها أو بجزء منها تصححها تعدلها المهم أن يبقى فيه فكر جديد وحاجات جديدة تفيد الناس في المرحلة التانية علشان ما يبقاش زي المرحلة الأولى كل الهم على المناطق التجارية والإدارية والطبية والحاجات دي المفروض المرحلة التانية تهتم أكتر بالسكان والواحد يتمنى طبعا أن يشوف الحاجات دي بتتحقق ويشوف طبعا العاصمة الإدارية نجحة ومشروع ناجح ونشوف مصر كلها طبعا في تقدم مش مجرد العاصمة بس أو أي مشروع جديد كلنا أكيد نتمنى المصر الخير ونتمنى نشوفها أحسن بلد وفي آخر الفيديو أفكرك لو أنت محتاج مني استشارة مجانية تقدر ترسلني على الإيميل اللي موجود قدامك ده ولو أول مرة تتفرج على القناة بتاعتي يريد ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو وكمان على قد ما تقدر تعمل شير وأشوفكم على خير شكرا